أشهر منتجات موزيلا هو متصفح فايرفوكس الذي يجعل من الشبكة العنكبوتية أفضل مكان الشركة غير ربحية لكنها تعرضت لانتقادات تتعلق باختيارها رئيس التنفيذي الجديد للشركة فقد منح براندن آيك ألف دولار عام 2008 لدعم حظ زواج المثليين في كاليفورنيا ما أطار غذبا وأجبره على الاستقالة من الوظيفة الجديدة من الواضح أن هناك قضايا أثارتها بعض الصحف فخلال تنصيبه انسحب ثلاثة أشخاص من مجلس الإدارة ولربما شعروا بعدم قدرتهم على الاستمرار في العمل كالمعتاد الرئيسة التنفيذية لشركة موزيلا ميشيل بيكر تقدمت باحتضاراتها في مدوينتها قائلة تعتز موزيلا بالتزامها بمعايير مختلفة ولكننا لم نرقى إلى هذه المعايير خلال الأسبوع الأخير اعترض موظف شركة موزيلا على تنصيبه كما استقال نصف أعضاء مجلس الإدارة أما الاحتجاج الأكثر إضرارا فجاء من أحد مواقع التعارف عن طريق الانترنت أوكي كيوبيد حيث طلب أعضاؤه بوقف استخدام فايرفوكس كعلامة احتجاج ضد أراء براند آيك وقد أشار الموقع أن 8% من زبائنه من المثليين جنسيا ترجمة نانسي قنقر